اللعبة شكلها غبي كتير بس حققيت نجاحات كبيرة هل فعلاً اللعبة غبية؟ وشو قصتها؟ إذا كنت جديد على القناة بدمنى أنك تشترك حتى يسرق كل فيديو لأن تنزل على الأقل فيديو بالأسبوع اللعبة هي من تطوير شخص واحد فقط اسمه داني هو مبرمج وبيشتغل على برامج الانيميشن وكمان عنده قناة على اليوتيوب معظم فيديوهاته على القناة هي تحديات تطوير ألعاب مستقلة صغيرة بفترة زمنية محددة عمل نسخ شبيها لعدة ألعاب شهريت مثل Fall Guys والAmong Us بتذكر آخر فيديو شفتوا له هو Among Us بس عملها 3D بس طبعاً هيك نوع من الألعاب ما بيحسن ينزلوا على ستيم لأن إذا نزلوا على ستيم رح يأكل كابيرايت ولكن عمل أكتر من اللعبة قبل ونزلهم على ستيم وبيناتهم اللعبة كان اسمها كريستول يمكن هيك شي ومن خلال سلسلة هالفيديوهات آخر فيديو نزلوا على القناة كان من شهر ومن شهر واحد بس اللي كان الشهر السادس نزل فيديو اسمه تحدي إنه في شخص قاله إنك ما بتقدر تعمل لعبة Survival Multiplayer وهاي اللعبة اللي عملها كانت مك وتدخل على ستيم بتلاقي تقييم اللعبة إيجابي باكتساح أخذ عشرة من عشرة تقييمات النجاح اللي حققته اللعبة فاجأ داني نفسه اللعبة بدأت تدخل باليوتيوب الأجنبي والعربي بالتريندينج واللي يبدو إنه هو بس مجرد البداية لنجاح هاللعبة جمع عناصر لعبته من عدة ألعاب Survival مختلفة وبيخبرته بالبرمجة وبيقدرته العالية عن النسخ واللسق أخذ كتير عناصر من ألعاب Survival تانية وجمعها بلعبة وحدة فقلت لحالي بدي جرب هاي اللعبة لأعرف شو سبب نجاح لعبة من مطور واحد وشو الشي اللي بيميزها عن باقي ألعاب Survival الأخرى أول ما تفتح اللعبة بتلاقي نفسك بعالم مكون عشوائيا شبيه بفكرة Minecraft بتبحث عن صخرة لتبدأ فيها بتكسير الأشجار وبدأ عملية التطور من الحصول على خشب لتصنيع طاولة بعدين البحث عن الحديد وتصنيع فأس وسيف والتطوير فيها واسع وشبيه بألعاب Survival الثاني وهذا النظام لوحده فيه جاذبية كبيرة لأن بتحس حالك إنسان بدائعة بتبحث عن طرق العيش الأولى حلوي جمليلات اللي طرق العيش الأولى يلي شدني فيها لحد الآن هو سلاسة التحكم والحركة اللي ما بتشعر فيها حتى تجربها والغرافيك على الرغم من إنه بسيط لكن دقيق ومشبع بالألوان والجذبة والهبد تبع اللعبة بيشدك بطريقة ساحرة فكرة اللعبة المميزة إنه عندما يحل عليك المساء بتظهر الوحوش وبتبدأ تهجم عليك وقت تقاتل الوحوش للمرة الأولى بتحس إيزي بوي إلا من قتلهم ضربة واحدة مالي بيطلعوا خاصين بس بضربتيني ثلاثة من هالوحوش بتلاقي حالك حلقت ورجعت عاللوبي هون بتشعر إنك إنت أمام تحدي صعب وفي حال قدرت تنجو من الهجمة وصمدت حتى شروق الشمس رح يطلع لك إنك لقد نجيت ليوم واحد فخلال النهار بتحس حالك بسباء مع الوقت لجمع الأسلحة والموارد وتطوير نفسك والبحث عن الطعام وخلال الليل قتال عنيف وتوتر ومحاولة نجاة والأمر صعب جداً وليس متل ما بتتخيلوا عندما بتشاهد اللعبة بأسف اليمين الشاشة في عندك ثلاث عدادات عداد الاستمينة اللي بتستهلك عند الركض عداد الجوع اللي بتستهلك بكل الحركات وعداد الصحة اللي بتستهلك وقت بتتعرض للضرب ولكل نوع من هدول عدادات الكلاتي في نوع من الأطعمة مخصص لإلوك بحيث إنه طعام الصحة ما بيفلل لك عداد الاستمينة وفي نوع واحد مختلط بيعبي البارات الكلاتي مع كل ليلة إضافية بتقدر تنجو منها بتظهر وحوش جديدة ومستويات أصعب من القتال لما بتقتل أحد الوحوش كمان بيسقط منه عملة نقدية تستخدمها لفتح سنديق منتشرة بعالم اللعبة بتعطيق قدرات خاصة مثل زيادة سرعتك بالركض 50% أو ضرر أكتر لضرباتك ومثل هيك أمور بتساعدك على التغلب على صعوبة اللعبة اللعبة مجانية وبتقدر تنزلها من ستيم وأجمل نقطة بهاي اللعبة هي الملتي بلايار لما تلعبها مع حدا من أصدقائك بتوفر جو من الجيم بلاي قليل جدا تلاقي بألعاب تانية الضحك ومحاولة البقاء على قيد الحياة والحفاظ على مواردك وبتعرف ليش بتوفر لك كل هذا الجو لأنه مليء بالتوتر لأنه وقت بتموت بترجع على اللوبي وكل شي حققته من أسلحة وبروغرشن بيروح وبترجع على اليوم صفر حتى لزيادة الأمر صعوبة ما فيه سيف بالجيم ما فيك تعمل سيف جيم ما فيك تحفظ اللعبة يعني إذا سكرت اللعبة أو طفيت الكهرباء رح تفقد كل تقدمة هذا الأمر قد يكون محبط بشكل رهيب بس وقت تشوف ناس عب تترك كمبيوتراتها شغالة لأسابيع ليصلوا لليوم مئتين وخمسين بتنفلج من نوع التحدي اللي عب تقدموها اللعبة وشو هالناس هاي اللي عب تضل مخلي كمبيوترتها شغال لتصل اليوم مئتين وخمسين كل هالعوامل مجتمعة قدمت لعبة سيرفايفول متميزة من تصميم شخص واحد ويوتيوبر كما هل جربتوا اللعبة كيف لقيتوها كتبوا لي رأيكم عنها وتجربتكم فيها وهل بتعتقد انو لازم داني يضيف خيار حفظ اللعبة أم هذا الشي رح يقتل جوهرها المختلف كم يوم قدرت تصمت هذا أهم سؤال كان معكم وسيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته